كما تعودنا في البدء بسم الله الرحمن الرحيم هذا أولا ثانيا دعاء هذا الدعاء اللهم اغفر لوالدي وارحمهما كما ربيان الصغير هذا ثانيا ثالثا هو شعار مبضرت نعم لتجريم عقوق الوالدين هذا الشعار هو شعار برنامج مستشار الشعب تحية وتقدير لكل داعم هذه المبادرة العالمية الإنسانية سواء كانوا في مصر أو في خارج مصر احنا بنخص منهم الإعلامي والصحفي إبراهيم الزرجاوي من العراق واللواء من دولة العراق أيضا الشقيق اللواء فاضل ومن المغرب الأستاذة الخلوقة الأستاذة صباح الناجي طبعا في مصر احنا بنعطي كل تحية وكل تقدير وكل امتنان لكل شخص داعم في مصر في بلد مصر الحبيبة حتى ولو كان بالدعاء ربنا وفقه هذا الدعاء بنعتبره دعما حقيقيا لذا استجاب الرب أدهشنا بعطايا هذا فيما يتعلق بشعار برنامجنا مستشار الشعب طبعا أحب أن نوه شكر وتحية لابن العم الفاضل الأستاذ محمد أمين سلمان بن مشتول السوق كل تحية لآل سلمان في مشتول السوق كل باسمه أيضا تحية والتقدير لآل سلمان في قبيلة عرب سلمان وفي الصدارة منهم أوفادي سلمان كل باسمه لأننا عارف أن الجميع النهاردة بيشوفوا هذا البرنامج فكلهم داعمين لمبادرة نعم لتجريم عقوق الوالدين وأيضا داعمين لبرنامج مستشار الشعب أما فيما يتعلق بموضوع هذه الفقرة وهو مبادرة نعم نعم لتجريم ما يفسد المجتمع كنا قد نوهنا سابقا على أن الجريمة الجنائية لا يكتب لها شهادة ميلاد على الإطلاق إلا إذا كانت مسبوقة بجريمة أخلاقية وكنا قد أدلينا من قبيل أننا إذا أردنا أن نحد من عدد الجرائم الجنائية فعلينا ابتداء أن نحد من عدد الجرائم الأخلاقية كنا بالأمس أمام حالة في الغربية بسنت التي توفت على أثر جريمة أخلاقية وكنا بالأمس القريب مع ضيوف أسرة مصرية ضربت مثال يحتزى به في التصدي لجريمة ابتزاز إلكتروني الدكتور محمد الخولاني وزوجته الأستاذة ساوسن ريس أنا ليه بسرد هذه الأمثلة أنا بسرد عشان أقول أن الجريمة الجنائية إذا أردنا أن تتوقف فعلينا أن نهب ونستعد ونأخذ بالأسباب حتى ننتهي من الجرائم الأخلاقية النهاردة لما يجي لفيلم البطل بتاعه ماسك سيف وبموت ونصدر للشعب المصري أن هذا البطل قدوة بسلسله بسجيره بعصاباته بسيوفه بمسدساته أعتقد أن هذا يشكل جريمة أخلاقية يجب أن تجرم يجب أن تجرم فأنا النهاردة بقول أن هذا الذي قام بهذا الدور هو مجرم بجريمة أخلاقية بقول أن المؤلف أو الكاتب الذي قام بهذا العمل الفني طبعا بتجاوز عن كلمة الفني أنا بفترض أعتقد أنه أيضا قام بجريمة أخلاقية ولا يقول لي أحد أن هناك حرية الحرية تنتهي متى بدأ الضرر إنما ما يجيش يقول لي ليس هناك ما يقص في القلم لا أنا بقول إذا كان القلم يأتي بمداده طلقات وهذه الطلقات تكون موجهة في صدور في صدور وقلوب أخلاق ولدنا أنا بقول أن هذا القلم مش إن هو يصمت ده أنا بقول إنه هو يقصف يقصف ومن يمسكه هو مجرم لا بد أن يعاقب يعاقب لأنه بيعطي أمثلة تتأتى من ورائها جرائم جنائية الحرية الحرية تبدأ وتنتهي ماتى كان هناك ضرر النهاردة لما يجي تصدر لفيلم هذا الفيلم بيناقش أعتقد كلنا سمعنا عن هذا الموضوع ويصدر علامات استفهام أن هناك في مصر مثل هذه الشواز نعم موجودين والقفر كان موجودا أيام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان موجودا ولكن علينا جميعا أن نكون حرصين أن هناك قعدة ليس كل موجود علينا أن نظهره نحن النهاردة لما نيجي نصدر أن الشعب المصري فيها جرائم بهذا النوع وتصدر عن طريق الفن أنا بقول أن هذا الفن هو سلاح مدمر هي رسالة رسالة إنسانية متى كانت موجهة توجيها صحيحا يرفع يرفع من مكانة الشعب المصري الشعب المصري هو أبويا البسيط والدك البسيط الشعب المصري هو أخويا البسيط وجار البسيط الشعب المصري هو شعب شهم يتسم بالأخلاق ورجوله لما ده أصدر وأقول إن احنا عندنا شواس في مصر وصدر جرائم أخلاقية تحت سطار الفن أنا النهاردة أنا بصدر لولادي الموت وبصدر لهم أسلحة مدمرة تنهيهم قبل البداية نحن نطالب الجميع أن نبحث عن الأرض هذه الأرض يكون فيها عبد الحليم حافظ هل هذه الأرض عدمت أصبحت بوار يقينا الشعب المصري فيه 120 مليون من عبد الحليم حافظ وفيه 120 مليون منهم مجلسون وإحسان عبد القدوس وتوفيه الحكيم وفيه الرجل البسيط اللي بيستخدم كلمات ربنا يجبر بخاطرك يا ابني ربنا يخليك ربنا يحفظك هذه الصنوف من البشر موجودين وبقسرة في الشعب المصري ليه إحنا مصرين إن إحنا نصدر المقابل اللي هو مقابل مدمر ليه إحنا ما نهتمش إن إحنا نقول للعالم كله لدينا رجال أنقياء الفن رسالة أعتقد أنا مصلة الدور في هذه الفقرة لأن أنا مهتم جدا وأصب جدا إن الجريمة الجنائية لا تبدأ إلا بكون أنه لك جريمة أخلاقية فأنا النهاردة بقول علينا جميعا أن نقول لكل قلم لكل قلم يكتب بما يدمر الشباب عليك أن تتوقف وبقول إذا كانت السلاسل والسيوف هي التي بتخلي الإنسان هو الشخص الأول أنا بقول هذا الشخص الأول لا بد أن يتوقف لن يتوقف إلا إذا كان هناك تشريع الجنائي يجرم يجرم مثل هذه الأفعال اللا أخلاقية فمبادرة نعم لتجريم ما يفسد المجتمع هي مبادرة نحن جميعا مسؤولين أن تكون على أرض الواقع لا تقول ماذا أفعل لا تقول ماذا أفعل عليك أن تعلم أنك باستطاعتك أن تفعل وتفعل المزيد على الأقل أنك أنت تقول لأي شخص بيقوم بعمل جيد أنك أنت تعلن عنه في السوشيال ميديا النهاردة إذا كنا بنرأي بعض في السوشيال ميديا ونصلت الأضواء على الأعمال اللي هي الأعمال اللي أخلاقية طيب إحنا ليه من صلتش الأضواء على الأعمال اللي هي تبرز الشعب المصري في صورة تتجلى منها كل صور صور الجمال وصور الرقي وصور الحضارة هذا فيما يتعلق بهذه المبادرة مبادرة نعم لتجريم ما يفسد المجتمع النهاردة بقول للشعب المصري هذه المبادرة مبادرة يجب علينا جميعا أن نلتف حولها وبدع أعضاء مجلس الشعب في مصر أنهم يتولوا هذا الأمر إذا كنا نريد فعلا شعب جيد علينا أن نتعلم كيف نصدر له الجيد من الأفقار وكيف نقوم بتنفيذ هذه الأفقار فالجريمة الجنائية لا بد أن تتوقف ولن تتوقف إلا بتوقف الجريمة الأخلاقية النهاردة عاوز أتكلم في موضوع خاص بمبادرة أيضا نعم للتجريم عقوق الوالدين هذه المبادرة أعتقد أنها تعدى صداها مصر وأصبح لها صدا في كل الدول العربية ده ليه ده لأن إحنا بنخاطب العالم كله باسم الإنسانية بعيدا عن أي ديانة وبعيدا عن أي سياسة وكنا قد أفردنا في حلقة سابقة 14 مدة قانونية نعتبر هذه 14 مدة بمسابة رؤية اجتماعية ونفسية وطربوية بعيون قانونية أعتقد أن مجلس الشعب المصري إذا تولى تلك النصوص أعتقد أن ظاهرة عقوق الوالدين هتحد إلى بشكل عظيم والنهاردة مش بقول المجلس الشعب المصري فقط لا ده أنا بقول أن هذه الرسالة هي موجهة لكل الشعوب هي موجهة لكل برلمانات الدول العربية أنا بناشد أن يكون هناك مدة مدة تسمى تربية الأبناء بكيف يكون أبرار بآبائهم وأمهاتهم البر يعني العطاء وأنا النهاردة لا أعلم أحدا قد تخطى الفكر والعوز إلا لكونه بارا بوالديه أما إذا كان جاحدا فيقينا هو شخص مسلوبة منه البرق في صحة وفي ماله وفي أولاده البر يعني الفوز إذا كان مكانك تحت أقدام والديك فعليك أن تكون إذا كان مكانك تحت أقدام والديك فاعلم بأنك فوق أعماق الرجال محمولا فإن هارده نصيحتي نصيحتي لأي ابن إذا أراد أن يكون ناجحا في حياته ناجحا في اختياره لزوجته مباركا له في ماله وأولاده عليه أن يكون بارا بوالديه فبر الأولاد هو مفتاح كل الخيرات أعلم أن هناك من يبرون آبائهم وأمهاتهم قاصدين الرياء والنفاق أيضا أعلم أن خواتهم أعمالهم تحت حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ما معناه من يراء يراء له نهايته أعتقد وخاتمة أعماله لابد أن تفضح هذا الرياء والنهار ده إذا كان والدك توفى أو والدتك توفت البر الخالص ممكن أن يبدأ من هذه اللحظة البداية البداية في القبور فأصدق البر أن تكون بارا بوالديك في القبور فبزهابك للقبر والدعاء لميتك أعتقد أن ليس هناك رياء وليس هناك نفاق وأعلم أن ميتك في قبره كالمسجون إذا ذهبت إليه ودعوت له بدعوة أخذت هذه الدعوة من أحد الملائكة ووقف أمام هذا القبر وقال له جئتك بهدية أتقبلها يقول حينها وهو فرحا مصرورا قبلتها قبلتها في حين ديرانه من الموتى يكون حزانة طبعا هذا توضيح المعنى بإسلوبي في هذا الحديث إذا فعلينا جميعا أن ندرك أن نبر الأبناء للأباء والأمهات هي سياسة وفلسفة إذا أردنا أن نعلوا بقيم ونعلوا بقوائم المجتمع وأن نعلوا بالدولة حضارة ونقاء فعلينا أن نعلم أبناءنا كيف يكون أبرارا بالآباء والأمهات فالبر مفتاح للقوة والبر مفتاح للسروة العقوق مدمر للشعوب العقوق مدمر للمجتمعات أنا النهاردة إذا كنت بقول نحن نريد مجتمع قوي نحن نريد مجتمع يبني ولا يهدم علينا أن نقول أن نقول دائما نعم لتجريم عقوق الوالدين فالعقوق ظاهرة إذا تخطناه إذا تخطناه بتجريم أعتقد أن هذا التجريم هو مفتاح مفتاح كل نجاح إذن في هذه الفقرة تكلمنا أيضا بشكل من الإيجاز تكلمنا عن مبادرة نعم لتجريم ما يفسد المجتمع وتكلمنا أيضا عن ما يتعلق بمبادرة نعم لتجريم عقوق الوالدين وتكلمنا أيضا عن أن هناك شخصا في مصر وداخل مصر داعمين داعمين لمبادرة نعم لتجريم عقوق الوالدين وداعمين أيضا لبرنامج مستشار الشعب هناك من الفيديوهات الداعمة لبرنامج مستشار الشعب تخط عددها أكتر من سبعين فيديو خارج مصر أعتقد أن هذا نجاح ولما بقول نجاح بوصف الوصف الطبيعي له وهو منح وعطايا من الرحمن فهذه هي منح وعطايا من الرحمن سبحانه وتعالى أيضا أرسلنا أرسلنا تحية وتقديرا لآل سلمان في مجتول اشتول السوء وتحية وتقديرا للأستاذ محمد أمين سلمان وتحية وتقديرا لقبيلة عرب سلمان وعلى الرأس منهم أبو فهد سلمان أيضا نريد أن نتكلم في موضوع هذا الموضوع عنوانه عنوانه ماذا هل تستطيع أن تأخذ حقك بدون محامي في إيصال الأمانة ده موضوع أعتقد أن احنا ممكن نرجعه لفقرة أخرى لأنه عاوز أتكلم فيه بشكل فيه تفصيل وبشكل يستفيد منه المشاهد بصورة أكثر وبتفضل السادة المسؤولين عن إعداد البرنامج أن احنا نطلع فاصل ونكمل الفقرة الأخرى ترجمة نانسي قنقر